السلام عليكم الاخوات كيف ديري اللي بسهلكم احبلكم طيبان ان شاء الله سكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا اطلاف فيديو من الاول الاخير نبدأ فيديو دي انك في العذاب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله مرحبا بكم في قناتي قناة ام اسراء سهل وسريع مرحبا بالاخوات للتحقبين الجدود اهلا وسهلا والف مرحبا والاخوات لمعي قدم فلاشين فانتمو ماليندار فمرحبا بكم والف مرحبا اه كاملين بكم فكيف كتشوفوا في الصور فاليوم باذن الله غاد نحضر معكم اه الكيكرولي اللي كيجي هائل كيجي رائع نعطيكم الاصرار باش ينجح معكم اه تحت طلب بعض المتتبعات اللي كيقولوا انه ما كنجحش معهم الكيكرولي فاليوم ان شاء الله هاد الوصفة هدي غادي ما تستغناش لها اه كذلك ان الوصفة دياني اه وصفة سهلة سريعة الكيك ديالكم كيحضر في عشر دقائق وكذلك ان المقادر دياله سهلة وبسيطة في متناول الجميع ان شاء الله باذن الله وهذا هو المبتغى من هاد القناة هدي قناة بسيطة يعني ديال الناس البساطة في حالنا هاد شيء اللي كنقلبه وكنتقلب دائما على الوصفات اللي سهلة وسريعة وكذلك في متناول الجميع ارخيصة على الجيب والمدق يكون روعة ان شاء الله فخليكم معي حتى الاخر باش شوفوا المقادر وكذلك طريقة التحضير كيف كتلاحظوا في الصورة فالكيك ديالي ما كيتهرس ما كيوقع له حتى شي حاجة كنقطعه واحد سهولة وكيجي الشكل دياله حلزوني كيجي الشكل دياله رائع العين كتاكل قبل من الفم فخليكم معيا باش شوفوا كيف حضرنا هاد الكيكرو ليه هدا والمقادر دياله السهلة وسيطة ان شاء الله كيف كتشوفوا عندي هنا يا خمسة ديال معالق اولى مغارف ديال دقيق ديال كيك اولى دقيق الحلويات عندي ربعات ديال البيضات عندي خمسة ديال مغارف ديال الزيت وكذلك خمسات المغارف ديال السكر وعندي واحدة كزية وعندي واحدة كز ديال فكيف كتشوفوا مقادر سهلة وسيطة بدون حليب بدون بسف ديال حجاز فكب انحصلوا على احد الكيك رولي اللي يجي روعة روعة و هذا الكيكة البنات عنده عدة استعمالات تقدروا تستعملوا هكذا يعني كشكل طارت يعني كشكل يعني جينواز و كذلك تقدروا تستعملوا هكذا كيكرولي اللي كيجي المنظر دياله رائع و كذلك كيجي شكيل ديال ما شاء الله سبارك الله و المدقر روعة روعة البنات هشيش كيدوف الفم خليكم معايا كيف كتلاحظوا فانا اعملت خمسة ديال مغارف ديال السكر اول حاجة كمرحلة اولى مع البيض ان شاء الله غادي نتربوهم و مع قبيصة ديال ملحة فقط لتصحيح الدوك فانسوما الاخوات فسير من الاسراج ديال نجاح هذا الكيكة البنات فكنتربو البيض ديالنا حتى كي تضعف الحجم دياله و كذلك يتغير اللون دياله كيف كتلاحظوا فكندرب واحد ثلاثة ديال دقيقة على الاكثر عد كنضيفي ان شاء الله كيف كتشوفو خمسة ديال مغارف ديال الزيت بالنسبة للزيت البنات كتخلي الكيك ديالنا يكون لين كتخلي الكيك ديالنا انه ما يتهرش لنا و كذلك كتعطيه واحد اللمعة ان شاء الله حساش بعض الاخوات كيقولوا ان كيكرو لي ما كستعملوش في الزيت ولكن انا يعني استعملت خمسة ديال الزيت لهاد الاسباب البنات باش يجينا الكيك ديالنا ارتب يجي لين و جاي الشيش كذلك كيف كتشوفو اهم حاجة للناس هالكيك هذا ماشي هو الكيك العادي ما كنطربوش يعني تطرب عادي و انما واحد الخمسة عشرة واحد الخمسة او الاسبعد يلتقيق على الاكثر و احنا هي كنتطربو في ذاك البيض حتى كيضع في الحجم دياله و كيقولينا ان شاء الله اللون دياله يعني شي بابيض مغير اللون دياله العادي كيف كتشوفو كيك ديال نفره ما شاء الله سبارك الله كيجي روعة روعة و خصوصا يعني عملنا له شي تزيين فانا باش يبقى لي الكيك في النطاق يعني الاقتصادي فمعملش له كريمة عملت له تزيين اللي غاتشوفو ان شاء الله في النهاية كيف كتشوفو الاخوات فبعد ما ضعف لي الحجم ديال كيك ديالي فدف ان شاء الله غدي نعمل البيكين باودر اللي الوزن ديالها سبعة جرام كيف كتلاحظو وكذلك غدي نعمل خمسة ديال المغارف اولا ديال معالق ديال الدقيق غير خمسة لبنات خمسة ديال مغارف ديال الدقيق اللي غدي نضيفها بالتدريج كيف كتشوفو فانا غدي نعبرها اه في المصفات وغدي نحاول نغربل بالتدريج ان شاء الله كيف كتلاحظو وغدي نحاول ان شاء الله نخلط من الاسفل الاعلى باش هادك البيت ديالي ما يهوتش لي يعني هادك المجهود اللي عملت اناني طلعتو ما بغيتوش يولي يهوت خسني يبقى لي هاكدك طالع يعني بواحد يعني ببط عبقى نطلع من الاسفل الاعلى حتى كنخلط هادك الدقيق ديالي ما كيبانو ليش دو كل حبيبات باقيا فهنا كنكون يعني اه صافي يعني الكيك ديالي راه واجد ما بقالو الا ندخلو الفرن فانتو ما الاخوات كنحاول اناني نطلع من الاسفل الاعلى اه علاش هاد المرحلة هدي موهمة البنات باش البيت ديالنا ما يهوتش لينا علاش البنات لان هادك اه علاش اه طربنا هادك البيت لمدة سبع دقائق لانه هو ليك يعطينا ذاك الكيك الاسفنجي لما كيتشقق ما كيتهرس انو كيكون يعني بومبي كيكون يعني شكل ديالو ما شاء الله تبارك الله فهدا هو السر البنات ديال الكيك رولي ان البيت ديالنا ما خصوشي هوات خصو يبقى في هادك القاوام ديالو انه تضعف لينا يعني تضعف لينا اه مرتين خصو يبقى في هادك القاوام هادك يعني من كان نضيفو خمسة المعالق ديال السكر ففقط يعني كان حركم الاسفل الاعلى حتى كان دمجوا لي المكونات بهاد الشكل غادي نكونوا وان شاء الله اللي كيك ديالنا جاهز ان ندخله الفرن فبالنسبة الفرن الفرن غادي يكون مسخنق قبل يعني ماشي بزاف وحدى ثلاثة دقائق قبل ولا اربعه اه على مية وتمانين درجة نكونوا نشعلناه من الاسفل ومن الاعلى كيف كيتشوفوا اه جبت هاد صافحة البنات تقدروا تجيبوا صافحة اللي تكون يعني بشكل طولي. انا عندي هاد صافحة هدي مربعة يعني من الاحسن انها تكون يعني مستطيلة باش كيجينا هادك الكيك دي النار ولي كيجي يعني ما شاء الله المنظر دياله مزيون وكدلك احتها ديرها وفات بنفس الغراض الا انها يعني القطر ديالها شوية كبير. فما غديش عدينا هادك يعني هادك القطر ديال كيك اللي خصنا ولكن المهم غتوفي بنفس الغراض اي لاطة عندك بحال هاد شكل هادا كنعمل يعني هادك الكاغت ديال الزبدة اللي كيدخل الفورن بغيتو تدهنوها بشوية ديال الزيت تبارك الله ما بغيتوش في حالي فانا مدهنتاش بالزيت صراحة وراها يعني ما عدبتنيش مليجيت نزولها يعني زولتها بواحد زولتها يعني بواحد سهولة لانه هو ديجا يعني اسميته البابيت الزبدة ما كنصقش كيف كتشوفوك نحاول اناني نسوي السطح ديالها ونحاول اناني نوزعها بشكل متساوي على السطح ديال هاد صافحة هدي وغادي ان شاء الله ندوز الفورن ديالي باش غادي نطفي يعني من الفوق ونخلي النار غير من تحت البنات فواحد ما نطحها البنات هاد كيكادا فارك ياخد غير خمسة دقيق على الاكتر سبعة دقيق كيطيب فما تخليوا باش را غادي تحرق لكم الناس وما تنساوها شبح اللي كان عملو الكيك العادية فهات الكيك هادا فاركي طيب بسرعة بسرعة قصوة خمسة دقيق سبعة دقيق على الاكتر كاتكونوا زولتوا الكيك ديالكم باش ما يتحرقش ليكم الناس وراكي يكون طيب ما شاء الله سبارك الله كيجي ما شاء الله سبارك الله كيبك تلاحظوا فغد ندخل هالفرن وان شاء الله كيبك تشوفوا انا كن نحاول انني نعمل هكذا حركات فقط باش كنزول من هالهوه انتم الاخوات اللي بعد ما تسلس بعد يال دقايق فالكيك ديالي ما شاء الله سبارك الله راتب تحمر لي من الاسفل من الاعلى مشعلش عليهم من الفوق لانه صاف يعني ما غا نحتاجوش يعني يكون محمر فقط كنحتاجو انه يكون طيب طيب عفوا ويكون باقي له يعني طريق ليش ما كان حمرش من الاعلى الناس باش كيبقى يعني احنا على غرضتانه انه يكون يعني كيك لي بومبي واحد الكيك اللي خفيد واحد كيك اللي يكون لي طيب واليك يكون لين باش كي اضغيان وباش يعني كيعطينا هداك الشكل ديال حلازون هنتم الاخوات كيف جاء الكيكة من الاسفل كيفاش كتكون محمره كتكون يعني طيبة ما شاء الله سبارك الله دبا هنيا حيتها مصافحة ونزلتها على هاداك المنيدل كيف كتشوفو فهنيا ان شاء الله كيبقى لكم تزين شنو بغيتو تحشيو به هاداك الكيك رولي ديالكم اي حاجة عندكم فانا باش نبقى في نطاق الكيك الاقتصادي فالاغلبية ديال الناس اللي كيكون عندهم يعني هادا كيكون عندهم الكمفيزير ديال مشماش هذا اللي رخيص يعني كعمل سد رهم دايما كيكون عندنا اللي كيتستعمل في الحلويات فانا حاولت انني يعني نحشي بهذا 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 الكمفيزير وانتو ماليكم الختياري لو بغيتو تحشيوه او لا تعمرو هادا الكيك رولي ديالكم بالكريمة فكيجي احسن وافضل كيعطي كذلك ذاك اللون ابيض مع هاداك يعني مع هاداك الكيك ديالنا او لهذاك الجينواز ديالنا كيجي المنظر رائع كذلك والمدق اربع ولا بغيتو كذلك انكم تحشيوه بلاسو الشوكولات كذلك يمكن لكم تحشيوه بلاسو الشوكولات الا بغيتو تحشيوه يعني باي حاجة عندكم بغيتو تحشيوه بيها فممكن فانا هاد شي اللي تواجد عندي فهذا الساعة انا عملتو كيف كتشوفوه حشويات كوكا وعندي مهرمش كذلك يعني قدردرتو تماما باش يعطيني واحد المدق او صافي ان شاء الله كيف كتلاحظو فانا كنحاول انه نيرولي من الاحسن البنات باش يجيكم توما سهل زولولو هاداك الكاغيت وقلبوه على المنديل عادو اللي وردوه فوق هاداك البابي او الزبدة وعادرولي وهو باش ميجيكمش صعيف حالي عملت انا هانتوما البنات فالاخوات كيقولو ان هاد الكيك هذا خصوح تايب راد عاد كن نجيو اللويه فانا لويته هو بقي سخول ما عادي ما وقحتش مشكلة الولي بكل سهولة يعني هادا هو انجح كيك البنات رولي سهل جدا اقتصادي وكذلك يا خي ما شاء الله صبرك الله ناجح مليون في المياه البنات هانتوما كيف كتشوفوه والمطق دياله كيجي روعة روعة البنات وحتى شكل دياله ما شاء الله يعني تقدروا تستعملو حتى كطرد مثلا الشي عد ميلاد ديالشي بنية او اللي ييد عندكم فراقي جي ما شاء الله سبارك الله توجدو الكريم بعد متضخلو لا تخرجوه فاسف كتزينه فكيوجد يعني بوحد سرعة هانتوما كيف كتلاحظو فالكيك دياله كيبان يعني ما شاء الله كيبان انه طري كيبان انه يعني مزيون كيف كتلاحظو اخواتي فا غد ان شاء الله نولي رد في هادك الكاغر ديال زبدة وغد ان شاء الله لويفد المنيد لهذا. وقد نخلي حتي بريد تماما غير هنا فوق اللورنية. ومن بعد عاد غادي ندخلو للتلاجة ان شاء الله. ولما بغيتوش يدخلو للتلاجة فانتوما احرار فهو كيتقطع يعني بكل سهولة ما غاديش يعدي بكم وكذلك يعني ما غاديش يتشقق لكم لانه يعني كيك اسفنجي لناجح مئة في المئة او لمليون في المئة قاعي لو بغينا نقولو. فانتوما الاخوات من بعد ما اخرجو من الثلاجة يمكن لكم ما تعملوش في الثلاجة تخليو غيت ما فوق اللورنية حتي كيبرد تماما كيف يمكن لكم انكم تزينوه هو سخون الا انكم ما تقدروش تكلوه سخون لانه غايدر في المعيدة حيتاش كيف كتعرفو اي حاجة سخونة وهدلي كيك والحلوية تقدر في المعيدة يعني خصاح حتي تبرد ولكن راح عشرات دقيقة لبناس كيكل كيك ديالنا واجد و ما شاء الله سبراك الله يعني كيك اللي ناجح وكيوجدنا في واحد السرعة كيف كتشوفوك نحاول اناني نزول هديك البقايا اللي كتبقالي في في الجوانيب باش كيجينا يعني الكيك ديالنا وشكل دياله ما شاء الله سبراك الله اه انا زيونت البناس بالكريمة ديال اه عملت جوج ديال مغارف ديال السكر جوج المغارف ديال اه ديال اه ديال اه ديال قهوة سريعة دوابان وجوج معلق ديال مبارد و اطربتهم اعطوني هاد الكريمة هدي وخويتها الى هادك الكيك ديالي وكذلك يعني دردرت واحد شوية ديال ديال كاوكاو من الفوق وحصلت على هادشكل هادا فتزين كيبقى لحساب كل واحد وشنو اه اجبو باشغ خصوزيين بغتو تزينو بالكريمة كريم باتيسير بغتو تزينو اه يعني باي حاجة كريم شوكولا انتو مع لكم الخطيان الكيك ديال كيصبح لها تشكال كيجي ما شاء الله المدق دياله روعة كيجي ما شاء الله تبارك الله فما بقى لي الا نقول لكم الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم فما سبقلوش عليا بحجي مش التعليق يكون محبز وكذلك اقترحوا لي الوصفات اللي بغتوني يقدم لكم في القناة ديالي اه كنبغي نقول لكم احبكم في الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة